يمكن في الأيام الأخيرة كانت فيه دورة ودية دولية على أعلى مستوى في مرحلة قطاع الناشئين وتحديدا مرحلة موليد 2007 نحن بنتكلم على مرحلة ناشئين تحت 17 سنة جيل جديد صاعد في الفترة اللي جاية فرين نادي الأهل يمكن عمل غاية دلوقتي مباراة على أعلى مستوى لما يبدأ البطولة ويكسب أستون فيلا بهدف مقابل لاشيه وبعكد يلعب مع فنار بخشاء التركي ويكسب هدف مقابل لاشيه وداخل في البطولة بشكل قوي جدا تحت قيادة فنية للكابتن أسامة زاكي المدير الفني اللي فريد ناشئين موليد 2007 كابتن أسامة دورة مهمة المباراة على أعلى مستوى بيديرها حكام دوليين فكواليس وتفاصيل الأكيدة كلها معاك وقدمنا هي على الشاشة لقطات من هذه الدورة الودية خلينا وإحنا بنتكلم كده وبنستعرض لقطات ده لقاء الأهل بالأمس أمام فنار بخشاء التركي اللي انتهى بفوز الأهل 1-0 أحرازه اللاعب ياسين عاطف أولا خلينا نحي ونشيد بمنظومة جديدة دخلت في كرة المصرية هي منظومة زد البطولة مقامة على ملاعب زد اللي موجودة في التجمع الخامس أولا الأجواء رائعة التنظيم رائع لما بتتكلم عن البطولة في حضور يعني لفرق كبيرة في أوروبا لما بتتكلم متواجد أستون فيلا الإنجليزي فنار بخشاء التركي يونيون بيرلين الألماني بلاك بيرن الإنجليزي أندهوفن الألماني أندهوفن الهولندي يعني بتتكلم على فرق كبيرة فيه موجود متواجد وفيه نارد وبلاك بيرن وروفرز الإنجليزي متواجد من مصر الأهلي الزمالك زد أمبي المولين العرب بيراميدز دي الفرق المشاركة من مصر زي ما قلت لك الأجواء رائعة التنظيم في المطولة رائع بتتكلم على فرقة النادي الأهلي بقى فريق 2007 اللي احنا عندنا فعلا فريق يعني بيضم مواهب ومستقبل للكرة المصرية وأيضا للنادي الأهلي أولا الفريق ده بقى له سنتين بياخد بطولة الجمهورية مع كابتن وسامزك ده الهدف اللي تم إحرازه مبارح وأحرازه اللاعب ياسين عاطف واحد من اللاعبين المميزين وفيه المباراة الأولى كسبنا أستون فيلا أحرز الهدف محمد هيسم عبد العظيم واحد من المنضبطين جدد للنادي الأهلي في شهر يناير برضو كنا فزنا على أستون فيلا 1-0 زي ما قلت لك الفريق 2007 واحد من الفريق المميزة جدا عندنا فينادي الأهلي السنتين اللي فاتوا أخذ بطولة الجمهورية مع نفس المدير الفني كابتن وسامزك وعنده السنة دي بينافس على أيضا بطولة الجمهورية عنده بعد انتهاء البطولة دي مباراة مع الـ MBI يعني برضو الوصيف في الدور المباراة الأولى أمام أستون فيلا أنا توقعت أن اللاعبة ممكن يكون عندها رهبة في البداية اللاعبة ممكن يكون قلقها نشوية لكن لقيت اللاعبة عندها سكة كبيرة جدا في الأداء في الاستحواز في الفرص مش هيبين الموقف برضو في مباراة أمس بارا حمام فانار بخشا نفس الأداء ونفس القوة اللاعبة النادي الأهلي كانت ممكن المباراة تخرج بنتيجة كبيرة هدفين وثلاثة فالنهاردة دي بطولة لازم نشيد بيزد والقائمين عليها أن النهاردة تقدر تحط الناشئ في أجواء زيدا محمد أجواء مع فرق أوروبية في منافسات كبيرة فده شيء يعني شيء يحترم خاصة أن فريق 2007 من الأعمار السنية اللي ليه منتخب يعني منتخب وطني منتخب الشباب فده يعني خير إعداد يعني تنظيم رائع استفادة فنية مهمة جدا للمديرين الفنيين وأيضا لللاعبين أكيد أنا لفت انتباهي حاجة مهمة جدا يا كابتن أسامة لما تبصوا على ترتيب المجموعة يمكن لها المعات مجموعة أستون فيلا فناربخشا التركي والمؤولين العرب بقر على فكرة مباراة تحديد متصدر المجموعة لا ده النهاردة 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 وإحنا بديتكلم على الهوى بتتلقى دلوقتي المباراة ممكن النهاردة 11 مباراة الأهلي أمام المؤولين يعني الأهلي والمؤولين وأستون فيلا أمام فناربخشا يعني هتكون تحديد المركز الأهلي خلاص دامن دامن الصعود لدور الثمانية هي مباراة تحديد الصدارة آه تحديد الصدارة للمجموعة دي طب تخيل بقى الأهلي والمؤولين في صدارة المجموعة وأستون فيلا وفناربخشا في المركز الثالث والرابا نظام البطولة هي ثلاث مجميع كل مجموعة في أربع فرق ياخدوا أول وثاني وهيبقى فيه فرقتين أحسن تولد في البطولة والحلو كمان في البطولة أنك أنت بتلعب كل يوم طب الفرقة اللي بتخرج بتلعب برضو على تحديد المراكز يعني النهاردة الهدف من البطولة مش بطل وبس لا دا أنت النهاردة كم المشاركات أجمل كم المباراة أن اللعيبة بتلعبها والفرقة بتلعبها فده النهاردة بيضيف إضافة فنية بمعنى أن كل فريق حتى لو خرج كل فريق بعد انتهاء البطولة هيكون كل فريق شارك في ست مباريات طيب البطولة منافستها مستمرة لغاية يوم 30 مارس كل يوم يوم السبت يوم السبت المقبل بإذن الله مباريات مهمة مباريات طاقوية بس لو أتكلم على تشكيل الأهل مواريد 2007 برضو مهم جدا نقول أسامي اللعيبة طبعا شاركت في هذه المباريات عشان برضو جمهورنا يبقى عارف أن فيه جيل جاي إن شاء الله من دلوقتي احفظوا الأسامي دي في حراسة المرمى إياد تامر خلينا نقف عند إياد تامر تمام إن أقولك اتفرجت على المتشين من الملعب يعني بالأمس وأول أمس يعني إياد تامر واحد من الحراس المميزين جدا في النادي الأهلي وافتكروا الاسم ده زينا احنا بنتكلم عن محمد الشناوي وبنتكلم عن مصطفى شبير بنتكلم عن حمزة علاء مصطفى مخلوف افتكروا الاسم معنا ده إياد تامر واحد من الحراس إن شاء الله يكونوا قادمين بقوة في حراسة مرمى النادي الأهلي طيب في خط الدفاع في إياد متحط وزياد دوائل محمد عاطف وكريم عيد ده رباعي خط الدفاع شاء الله إياد متحط ده واحد برضو من المساكين اللي تحب تتفرج عليه كرته ما شاء الله تحضيره من تحت توقيت الأطع بتاعه في الكرات محمد عاطف كمان أنا واحد من لنا يعني متوقع لين اللعيب ده يلاعب ده رجعو له كمان في النادي الأهلي حمد عاطف ده لعيب بيلعب باكرايت عنده الروح القتالية عالية جدا وكمان الكابتن وسامة زاكي بيوظفه مركز ستة يعني بيلعب في مركزين في الملعب لعيب شوكر لعيب شوكر ده شيء كويس جدا خط الوسط زيدان ناجح محمد رافط طبعا كل اللعيبة تانية لعيبة يعني لعيبة كويسة ولعيبة هيلة برد يوسف عبدالقوي وياسين عاطف بصر وحاسم عشور عندنا زيدان ناجح زيدان ناجح ده لعيب عارف لعيب اللي كرته ريئة في نص الملعب اللي كل كرة بيطلعها بلبسة جمالية كل كرة بيطلعها عايز يوصل سواء الهف اللي قدامه أو الراس حربة للجل هو بالمواصفات دي زيدان ناجح واحد برضو من اللعيبة الممازين جدا ياسين عاطف ده بيلعب وينج ليفت أو وينج رايت برضو لعيب مميز لعيب دايما عايز عايز روح أجوله عايز يسجل هو لسجل هدف الفوز بتاعنا أمام فنار بخشة بالأمس أنا عجبتني قوي وهو رايح للمرمى لعب الكرة وهو بتحرك يعني ما استناش واستالم لا حرك لجليف البعيدة عملها بشكل رايع جدا يعني وفي الهجوم مصطفى بهج مصطفى بهج مصطفى بهج اللي سجل في مباراة أسطن فيلا الأولى سجل هدف الفوز للنادي الأهلي لكن حسب بعض يعني شعور بألم في العضلة الخلفية فالكابتن وسامة زاكي رايحه بمرات البارح ممكن يشارك النهاردة علشان يقوي يشارك المباراة القادمة في دور التمانية عشان تكون هي الأهم فهي دي توليفة ألفين وسبعة زي ما قلت لحضراتكم عندنا إن شاء الله لعيبة وجيل إن شاء الله تقدر وتشوفوه كمان يعني خلال الفترة جاء مع النادي الأهلي مش عايزين ننسى برضو تاحة تاحة رغم غيابه عن البطولة يظل واحد من اللعيبة المهمة جدا في جيل 2007 مش في النادي الأهلي بس في الكرة المصرية بنقول له يعني ألف سلامة كان جات له صابت رباط صليبي يعني خلال الأسبوع اللي فاته عمل العملية والنادي الأهلي وقف جنبه وإن شاء الله يقدر يرجع بسرعة